تحول اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل علي الكثار الذي يعد أحد أبرز نجوم المصرح وصانعي الكوميديا في تاريخ الفن المصري وقدم النجم الراحل خلال مسيرته الكثير من الأعمال الفنية الناجحة التي جعلته واحدا من أبرز نجوم الفن رائد المصرح الكوميدي وأحد أهم نجوم السينما المصرية في عصرها الذهبية إنه الفنان علي الكثار الذي ولد بحي السيدة زينب عام 1887 بدأ مشواره الفنية عام 1908 من خلال إحدى الفرق التي قام بتأسيسها ثم انتقل بعدها للعمل بفرقة جورجو بيض وبرغم أن حياته الفنية بدأت على خشبة المصرح إلى أن السينما كانت السبب الرئيسي في شغرته حيث قدم أشهر أعماله ومنها أفلام ألف ليلة وليلة وعلي بابا والأربعين حرامي وسلفني ثلاثة جنيه وغيرها من الأعمال الفنية خرب بيت الترومبيل على الكشيتة على البزة يا ولا بوده وخلال مشواره الفني على خشبة المصرح قدم ما يقرب من 160 عرضا على مصرحه بالقاهرة من بينها عقبال عندكم وراحت عليك والدنيا بخير توفي علي الكسار بمستشفى القصر العيني في الخامس عشر من يناير عام 1957 عن عمر ناهز 69 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض بعد ما استطاع ببساطته وفطرته أن يقلق كوميديا خاصة ومتفردة قل ما يجود المصرح والسينما بمثلها حتى أن النقاد يعتبرونه صاحب مدرسة من أقوى مدرس الكوميديا في القرن العشرين طيب الله مالك الله أنت لسه هنا وانا رح نتجي من هنا بقى